اشتركوا في القناة على حبيبه مصطفى سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي انزل عليه القرآن في شهر رمضان وجعل الله سبحانه وتعالى في القرآن شفاء لكل إنسان فالله يشرح صدورنا وصدوركم بالقرآن ويحمل قلوبنا بالقرآن ويطلق ألسنتنا بجلاوة القرآن ويشرح صدورنا وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بلية ودفو ملائي دفو إيقون 8 مجد الله سبحانه وتعالى سيكون الله سبحانه وتعالى نرنكينا القرآن نرنكينا القرآن نرنكينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نرنكينا نبي سيكون الله سبحانه وتعالى إ basically names بلية واء إ واغدنكينا عبر بلية ورائ barriers ثلث يمكن الإبتاع يمكن الإبتاع قَنَ بِيْسَا دُارِي خَدْ نَبِيْ مُحَمَّدْ أَعْلَى كُلَيْهِ وَأَلِّيهِ وَأَلِّيهِ وَصَحَابِهُ وَاسِلَّمِ كان قبل أن يبعث يتعبد الله في غار حراء وكان سيدتنا خديجة تزوده بالطعام ويمكث في غار حراء الشهر والشهرين يتعبد الله سبحانه وتعالى وفي السنة التي أنزل عليه القرآن تزود العبادة في غار حراء وكان من عادته أن يخرج من غار حراء في ليلة العيد في أول ليلة من شوال فلما كانت الليلة التي أنزل فيها القرآن أتاه الملك جبريل من الملك الجليل سبحانه وتعالى وقال له اقرأ فقال لست بقارك فضمه إليه وقال له اقرأ فقال لست بقارك فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علك اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الخمس الآيات الأولى من سورة العنق وهي أول ما أنزل من القرآن العظيم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان في ليلة الجدل نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأولى من القرآن والذي سبحانه وتعالى بيع مكة بلاد مكة انا لا أره وإله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وإله وإله إبادة وإله وإله لذا كانت تسيب اليه ... اسراد الأشعر ... رسول الله عليه وسلم كانوا شعرًا ... وعالل ... وعالل بدا ... وعالل بدا ... وعالل بدا ... ام 그래도 ... وعالل بدا ... مع النبي محمد ... لمهانت ... لم تَّلَو بدا ... منذ الصباح مهتم صحيح الذي أعلمه بالخلام سنبقى 5 آيات نقددت آيات سفرطة ما ستور لغاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم رمضان هو حولية نزول القرآن في رمضان تقام الحوليات للقرآن بماذا تكون حولية القرآن بالإكثار من تلاوة القرآن كما أنه رجب شهر استغفاء وشعبان شهر الصلاة على النبي محمد فرمضان شهر تلاوة القرآن أي يكثر من تلاوة القرآن أكثر من بقية الشهور والأيام احتفالا بشهر نزول القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أكثر من تلاوة القرآن أكثر من تلاوة القرآن نكا كلامًا مبنيع موس القرآن karena رمضان termasuk Syahrul Quran كماغل ال-قرآن Dengan turunnya Al-Quran Dengan memperbanyak Membenyak maus Al-Quran Al-Quran تقل sebagai Bertunjuk kepada manusia فَبَيِّنَكِ مِنَ الْهُدَى وَالْبُرُقُونَ وَلَمَّا كَانَ رَمَضَانَ سَيِّدِ الشُّهُورِ خَصَّهَ اللَّهِ بِلَيْلَةَ الْغَدْرِ اللَّتِي أُنزِلَ فِيهَا الْقُرْآنِ اللَّتِي هِيَ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرِ أي أن من عبد الله في ليلة القدر فعبادته أفضل من عبادة ألف شهر في غير ليلة القدر وعطى الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بواسطته ليلة القدر عندما حكى لأصحابه أن رجلاً جاهد في سبيل الله ألف شهر يجاهد في سبيل الله كانت الأمم السابقة أعمارهم طويلة فتمنى أصحاب النبي أن يكون لهم ذلك العمر الطويل ويقضونه في سبيل الله وطاعة الله فناجع الحبيب محمد ربه ومولاه فأعطاها الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر لهو لأمته فمن عبد الله في تلك الليلة وَأَدْرَكَهَا إِذْنَا عَشَرَ سَنَهُ فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهُ أَلْفْ سَنَهُ فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهُ ثَلَاثَ وَثَمَنِنْ سَنَهُ وَأَرْبَعَ أَشْرَ وَأَرْبَعَ أَشْرَ ketika bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran maka Allah memberi keistimewaan أَفَارِكَ إِذْنَا عَبَدَ لَيْلَةُ الْقَدَرَ لَيْلَةُ الْقَدَرْ لِكَتَهُونَ الْقُرْآنَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِشَرٌ lebih baik dari seribu bulan الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أَفَارِكَ تَنْجِ النَّبِي مُحَمَّدَ صَوَالَوْا عَلَيْلَةُ الْقَدَرْ ketika sahabat 3 ini sahabat 3 miram bahwa berumat-umat selain kata Nabi Muhammad صَوالَوْا عَلَيْلَةُ berjuang di hati sabiillah berjumlah 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 berjuang jihad sebuah tahun dan 100 tahun berjumlah untuk mereka berjumlah berjumlah seribu tahun maka sahabat-sahabat dan Nabi berjumlah berjumlah sebuah tahun berjumlah matur kekan Nabi maka kekan Nabi Muhammad صَوالَوْا عَلَيْهُ وَسَلَمَ berjumlah ke Allah subhanahu wa ta'ala maka berjumlah 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 laylatul qadar dia kata cukup eh capai satu kali sudah bisa berulang berulang kali setong bisa setiap tahun mendapatkan laylatul qadar sampai 12 bulan sampai 12 kali sampai 12 kali mumpun oleh laylatul qadar 12 kali berarti 12 tahun berarti pada ibadah nyempe Allah takar ruka Allah ni kan berjaya encik putah milan kau le sarang pancangan mumpun lekoran ni kan setiap pati minyak boleh mumpun cakap ibadah benda benda kau le sarang pancangan mumpun lekoran bosan kelampi bosan sombok bosan selebar bosan jalanah bosan sarung seber berjena sebelum pasangan makan nika pak minyak boleh kelampi benda pasangan fokus pun pak minyak mencala berjaya nika tawus a si bly nika tawus nika linsan ala salata jama' fi ramadhan wa salla at raoih fi kule layla min layali ramadhan بالصلاة المفروضة في الجماعة وصلاة التراويح والوتر لا يشك أنه يدرك نصيبا وغفرا من ليلة الكدر فهكذا فإن الحسنات تتضاعف في شهر رمضان إذا عمل الإنسان نافلة أعطيه في رمضان ثواب فريضة وإذا عمل صل فريضة أعطيه سبعين فريضة في غير رمضان شهر رمضان تتضاعف فيه الأعمال ويزاد فيه رزق المؤمن فعلى الإنسان أن يكون في رمضان ميتهد لطاعة الرحمن ولا يغفل عن الطاعة لله سبحانه وتعالى فإن الحسنات موسم من مواسم الخير والبركة والرحمة سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 لذلك كان السلط الصالح يفرحون الأولاد الصغار برمضان حتى يحبون رمضان ولهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم التوسع على العيال في شهر رمضان ففيه يفرح الأولاد وتفرح العائلة حتى تقع في قلوبهم محبة رمضان وهذا من تعظيم رمضان وتعظيم رمضان من تعظيم شعائر الله لأن رمضان من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كان السلف يتفرحون لقدوم رمضان قبل رمضان فالفرح برمضان عبادة وطاعة للرحيم الرحمن آه أممممممممممممم محبة رمضان حتى تتخدم رمضان من شعائر الله وطاعة مجمعه قالت حسنا يجب أن تخلقها بأنه يطعقها في النبي بأنه شرائنا هو أن نكافها حتى نباهي حتى يجب أن تخلقها وما مرحبا كلابان دئعة كان كلابان دئعة ومن يؤذم شاء إلى الله فإنها من تقوى القلوب ورنسي لبنك ملجعك في أرسي على الله فإنها من تقوى القلوب مكانك ترمسو تقوى ناته كان الحيب عبد الله بن حساب بن طهر صاحب كتاب سلم التوفيق كان يجمع أولاده قبل دخول رمضان ويقولهم ماذا أعددتم لرمضان ماذا استعددتم لرمضان كم تزيدون من تلاوة القرآن في رمضان على أورادكم المعتادة لأنهم كان لهم أوراد لتلاوة القرآن في رمضان قال فيزيدون في أورادهم من تلاوة القرآن زيادة على ما يعتادونه في شهر رمضان احتفالا بشهر نزول القرآن فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وردية أمتي خمسة خصائف رمضان لم تعطهن أمة قبلها الخصرة الأولى أنهم يغفر لهم في أول ليلة من رمضان ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا ومن رمضان ومن رمضان نحن ملعقًا نحن ملعقًا نحن ملعقًا لكنني أتشأ لكم هبت الله新 قنطعين كان من حكم ملعقًا المصدر في سلاط معلومات هبت الله新 قبل أخبر إقراء لذلك أتشأ لكم هبت الله بن حكم فهولا كان نعلم اقد ان تركت لديه مرة من التعمل اعتذار وأن تستمر لضمار قبل المدى يقول يا لاردنا محمد صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم لا يشبك يا صلى الله عليه وسلم يقول يا صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ولخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا التغير في الفم الذي يحصل أطيب عند لقاء الله وقال بعض العلماء عند ملائكة الله من ريح المسك لماذا؟ لأنه أثر عبادة لله سبحانه وتعالى والخصلة الثالثة أنها تصفت فيه الشياطين والمردة كلها تقيد بالسلاسة وأما من عصى الله في رمضان فإنها تلعب بصغار الشياطين وذلك يدل على أنه ضعيف الإيمان أو لا إيمان له من عصى الله في رمضان لأن الذي تلعب بالناس في رمضان إنما هي صغار الشياطين أما شياطينها ومردتها والأساتذة حقهم والدكاترة حقهم مغلغلين بالسلاسل والقيود فلا يتحرر لكن صغارهم الأطفال منهم هم الذين يلعبون بضعاف الإيمان في معزيت الرحمن في شهر رمضان النموان كيستميوان سيباري محمد صلى الله عليه وسلم ايكي غير انتو باو مولود orang yang puasa ميكة لبي حرم داري منيك ميشي من تابع جميلة فسان سوروان سيوم فس باو فاقود باو تابع ممكة الله سبحانه وتعالى وطبع تابع كيفون قدسي غير حرم ممكة ممكة سيما ممكة ايكا معüş ينخبه يبقى على قوم تعالى لستميوان سيباري منطقه كيف يمكن أن يمكن أن يصبع الكمة لها سييباران تابع باو في السلام من المتلاك لأنني عندي يلقى عن عمامة جميع محمد صلى الله عليه وسلم سيطان سيطان يموم باو ممكة الجميع المترجم للقناة 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 سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى سَبْحَانَهُ وَ تَعَلَى سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى مرة أولا سر انجنة مولا ماخن ونظر المسلمون ونهار سمارة معنا معنا ونحن أولا محتوى ونحن أولا بلأ ونحن فرت من مكان يوم أولا بداية ونحن سمارة أخير وقران دعوال أمام الخطيب الشربيني في تفسيره المصلحي المنير في تخيمي تفسيري سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسنده إلى ابن عادل أن من قرى أول ليلة في رمضان سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا في صلاة نافلة كان في ذلك العام في أمان فهذا من الأمان الذي يطبه الإنسان من ربه الرحمن سبحانه وتعالى قراءت سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا فهذا هو الفكسين الأصلي الذي يتحصن به الإنسان بربه الرحيم الرحمن بأن يصلي أول ليلة في رمضان أربع رقعات بإحرام واحد وتشهد واحد وسلام واحد ويقرأ بعد الفاتحة في كل ركعة مقرأ من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا فيكون ويمضي عليه ذلك العام كله في أمان من المصائل ومن البنيات ومن الفيروسات وغير ذلك مما يخاف منه الانسان ويحذره فيكون في ذلك كله في أمان وغير ذلك لعباد الله الصالحي لك فتحنا لك فتحنا لك في ذلك في كتاب تفسير شيء فتحنا لك فتحنا لك فتحنا لك فتحك مِنْ جُسْلَاً الإجابات سِيَدْ لِلَّهِ عَلَى صِيَدْ لَهُيْا مُرْحِي مِنْ ستكتر في رمضان من أربع خصاد خسلطان تردون بهمى ربكم وخسلطان لاغنى لكم عنهمى أما الخسلطان اللتان تردون بهمى ربكم تشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخسلطان اللتان لاغنى لكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيدون به من النار سنة من الإكثار من ذلك لهذا علي عمل السلام الصالح يأتون بوحدانا وجماعان أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة وأنا أعوذ بك من النار ليس خاص قبل الإفتار لا نسألك الجنة وأنا أعوذ بك من النار نسألك يمكننيes أن نع해�تamed اللم سيكتكم ص chant بثه سيكتكم صriftه بثه أن أعطب الله أعطب النار سيكتكم ص Stars أعطب الله سيكتكم صالح سيكتكم ص Widم أعطب الله boosterها لطب الله أستغفر الله أعطب الله كثاتها َذٍ Heathcode سيكتكم صف سيكتكم ص persona أعطب الله أعطب الله بخصف . . . . سعوني بنفسك كما أتعلم، كما أتعلم فقط ولماذا أتعلم بأنني مهتميك للأمان أتعلم أتعلم شكراً أتعلم أتعلم لن تخصير على الثمانًا كما يصبح على الوصف الثمان م بعدích أعطينا وهو يتبعي أن يؤمن الأطفال من ميز منهم بالصيام حتى ولو قليلا ينمرونهم لأنه ينبغي نيا في أول ليلة من رمضان صيام الشهر كله ثم في كل ليلة يجد نيا يأمرهم بالصيام حتى يتحبق بالصيام حتى ولو في البداية نصف يوم ثم يزيد قليلا قليلا ويفرحونهم إذا صام يعطونه إفطار حسن حتى يزداد رغبة في الصيام كما في الصلاة نأمرهم لسبع سنوات حتى يدى يحب العبادة والصلاة الولد كذلك الصوم فإنه أشد من الصلاة فلهذا الأمر يكون فيه بلطف حتى يحب الصيام فإذا صام نصف يوم شجع لأن يصوم يوم كامل فإذا صام يوم كامل وعطيه أكلا حسن أو جائزة حتى يحب الصيام ثم بعد ذلك يهتحبب لربه الرحيم الرحمن بعبادة الصيام هكذا كان السلف الصالح هكذا كان السلف الصالح في تربية أولادهم يحببون لهم العبادة من غير تكلف هكذا كان السلف الصالح فإذا كان السلف الصالح فإن يسقط الصالح من الزكين كماذا أعتقد تلك الصالح كماذا أعطى تلك الصالح لأن سلف الصالح سلف الصالح كماذا أعطى أعتقد أعتقد نبيا تَرَجُ قَالَ تَرْمَ التنطططحي أول سوء حُن سوء أب 명 ، بعد أن أبحث أول سوء تمنط عن طريق في الأمر حُن لابس أنividade أولا حُن سوء حُن حُن أحِيط إن ترجر أنه حتول أن أبسط من يتبع الفنة فإن أنت قابل تتريد ، لأن التطرق أنت فالنية القاعدة سبب وراء فالسهولة كلام والقاعدة كانت محطة فإن أحب الحلاث سبب وضع لا اتنوان لذي هذا هو أول acesso أولا فول جديد يأ في أول وضع الشراء إعجابت اعطائنا من عام أمور كلمون يأتي في قطاع لكن لا يأتفعين أرسل الكلام أرسل أن أتفعون إذا كنت لا تدري نتلف عن الشراء أحن مذهل إلى المغرب لذلكاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات هذا لا تدريبا لا تدريب بخدمتها عندما يأتي من أخوان تنريبا يأتي من أخوان لا يجب ل LGBليل ثم سأمرون لكنكن من أbereich ربما يعرفون إِلشف و سرس Ok سرسات Shyam powder إلت kidney لا يتعرف العزة ال Eduardo أجل وسأخذ � لكن صلى الله عليه وسلم أمام سمائة لذا ثم است остановقه قرب نبيه حمض صلى الله عليه وسلم فإذا ايغضنا الأولاد للسحور فإنهم اتجونا على ذلك الطعام hareذي يأكلونه قبل طلع الفجر على الصيام فلا يحسون بكلفة من الجوع والعطش إذا هم تسحروا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال أمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السفور حتى يقل عليهم التعب فقد قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند لقاء ربه فرحة عند فطرة فرحة عند لقاء ربه فإن الصوم يقول الله سبحانه وتعالى كل عمل بن أذم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه أج hop فإن أخذان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الإ Business لنح hold إلى أن يكون ق likewise يلالجه الإع cage نعم أن الدنياYeah أ tod행 يتبع اللعاء إن ظهرًا Psychاس أحس بأن هذا قرب Language كما قال ذلك interpretت شف رماذ إله ماصم بالقناة لماذا ؟ عندما كانت أحد كانتسة أحدكوا إِلْكَ مرحباً أحد الأخبار كما كانت سعبها وقته بعدها أصبحت قبل وكل أخير ستنجده أخي ستنجده أخير ستنجده أخير ستنجده أخير ستنجده أخير صلح فقدم أصلاح الحسن كل alongside أنفسهم كل شكل ما على النبي أخلنا أنه وأعطيت أنه ولكن على ختمانية والإحصار وكيف هل يجب أن أعطي الناس وإحصار أنه يجب أن أعطي الناس بالأخير على الله سُبْحَانَهْمَ الله سُبْلَقَ للنا وَلَكُمْ فِي بَجِيَهَا تشعبان وَيُبَلِلِقَنَا رَمَضَانِ وَيُعِينَ فيه على الصيام والقيام وَيَجْعَنَّ وَإِيَّكُمْ عُتَقَيْهِ وَنُغَذَهِ مِنَ النِّرَانِ وَيُفِقْنَ فِيهِ لِلِقْسَارِ مِنْ تِلَى وَسِلْقُرْآنِ وَيَجْعَنْ أَمِينَ اللهم آمن روعاتنا اللهم بارك لنا في أولادنا وفي بناتنا وفي نسائنا يا رب العالمين أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين ووفقنا لمحبة الصالحين والتقرب للصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين وخلنا عن كل خلق ذميم وحلنا بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرعوف الرحيم يا حي يا قيو يا ذا الجلال والإكرام بجاه صدرنا بالقرآن وعمل قلوبنا بالقرآن وأطرق ألسنتنا بالقرآن ووفقنا للعمل بما في القرآن بجاه من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم يا حي يا قيو جعلنا من خسن الحصين من جميع الأذية والحزن المكي من الذنوب القطيات وأقول لنا ما مضى وحفظنا بما باقي وما هو برحمتك يا أبهم الرحمين ولا صرتنا إلا بذنوب المغفورة وحاجات المبضيات حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة يا حي يا قيو جعلنا بها ما إما نخاف ونحن من جميع الأذية ومن جميع البليات يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمة أصلحنا وأصلح لنا أولادنا وأصلح لنا ملاتنا وأصلح لنا قلمتنا يعشقون العبل ويعشقون الأوراق ويعشقون انتلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمة يا حي يا قيو يا ذا الجلال والإكرام أطرقنا من أسر نفوسي والشهرات ويجعل قلوبنا متذللة بحمل القرآن وبتلاوة القرآن ويجعل القرآن لنا شفيعا برحمتك يا أبهم الرحمين ووفقنا للاكتدى بحبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوار والأفعال والحركات والسكنات وبارك لنا في الأوقات والأقوار واجعلها مصروفة بالطاعات يا حج يا قيو يا ذا الجلال والإكرام ولطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير ولطف بنا بهم بلتفك الذي وسع أهل السماوات والأرض ولطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف بلتك الخفي الذي من لطفت به كفي لطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك قلت أولك الحق الله لطيف بعباده يردل من يشاء وهو النبي العزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز برحمة من عندك تغني نبي عما سواك وحينا وإيام خياته طيبة حجبنا عما يرينا في إيدينا ونصلنا على عرويك وعروينا وتغلنا بولاك وحمنا بحماءك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيننا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وصحبه وسلم الرضا لنا ربنا تكبر لنا وتضع علينا انك انت الاصره من النا سكره ويتكرر علينا انك انت الجواك الكريم يا أرحم يا أحي يا قيوم يا أرحم يا قريب يا قريب يا رحم يا ما في العاطاء اللي أقول يا أبو الأوين ويا أخي الآخرين ويا لدوة المتين ويا رحم المزاكين ويا أرحم الرحيم ارحمنا والنحبين والحافظين والناظرين والسامين برحمة من عندك تغنينا بها من سواء وصل الله على سبحانه لنبيه وعليه وصاله وسلم فضلي سبحانه ربك رب العزة عما يظيفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وعليه وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبه إليك الحمد لله رب العالمين تغفل الله ميكذو ميكذو ترجمة نانسي قنقر